نتيجة السينوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام سيعاد وستعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة السينوية العامة 2024 بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم وسيتاح الاستعلام عن نتيجة السينوية العامة 2024 برقم الجلوس لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي عبر الموقع الرسمي حيث حددت وزارة التعليم مؤشرات ونسبة النجاح في مواد الشعبتين علمي وأدبي وأعلنت وزارة التعليم حتى الآن رسمياً نسب النجاح في نحو 9 مواد الشعبتين علمي وأدبي وعدت الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وجاءت نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 وبعد تحديد مواد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 من المرتقب إتاحة النتيجة كاملة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي برقم الجلوس مواد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم مواد ظهور نتيجة الثانوية العامة حيث يعتقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غداً السلوثاء مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام السنوية العامة 2023-2024 حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع اللمسات النهائية لكل إجراءات التصحيح وتطبيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة نتيجة السنوية العامة برقم الجروس من المرتقب أن تعلن وزارة التربية والتعليم أوائل السنوية العامة في الشعبتين علمي وأدبي ومدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين غداً السلساء في مؤتمر وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة السنوية العامة 2024 وستتوقعات بأن أوائل السنوية العامة لن يكل عددهم عن 36 طالباً للشعبتين علمي وأدبي ومكفوفين ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا إعلان نتيجة السنوية العامة 2024 يوم السلساء يعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم يوم السلساء 6 أغسطس المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة إتمام السنوية العامة 2023-2024 حيث أنه قرر الإعلان عن أوائل السنوية العامة وغير الأوائل يوم السلساء إن شاء الله سيعيد وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة السنوية العامة 2024 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ويسيطاح الاستعلام عن نتيجة السنوية العامة 2024 برقم الجلوس لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي عبر الموقع الرسمي حيث حددت وزارة التربية والتعليم مؤشرات ونسب النجاح في مواد الشعبتين علمي وأدبي وفي النهاية نتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتفوق وتحقيق أعلى الدرجات إن شاء الله موسيقى